أهلا وسهلا بكم ببدويترايدز البيتكوين عم بتقلل من هايمنة الدولار بحسب أشخاص كتير مهمة بنا نحكي عن احتمال دخول 25 مليار دولار على المجال وكتير أخبار مهمة من عدة المليارات الرقمية مثل معاودكم أنا يوميا بدي لكم أخر أخبار لكريبتو ارجوك اشتركوا في القناة دعونا نبدأ أهلا وسهلا بكم أول شي خلينا نحكي عن البيتكوين البيتكوين بعدها بمراكز كتير جايدة في فوق 43 ألف أنا وعمصور الفيديو هبطنا تحت 43 ألف ولكن حاليا رجعنا رتدينا ضروري نضلنا فوق هيدا اللي حكيتكم عنده سرنا لامسينه تقريبا سبع مرات ولكن عم نرتد عليه ما عم نكسر إذا كسرناه هبوطا المراكز الثانية لح تكون 39 والاربعين ألف على الفيبناتش اللي أنا حاططها من فترة ولكن بنفس الوقت هايدي لح يكون في فجوات سعرية كتير كبيرة أو ما يعرف بسي ام اي جاب بدنا نشوف عادة السعر بينزل لعنده قبل ما يعاود سعود هايدي الفجوات كمان هي مسائة بين 39 والاربعين ألف صرنا حكيين عنهم أكتر من مرة حاليا بعدنا إيجابية إذا كفاينا سعود رائع إذا رتدينا لهالمناطق يمكن يكون في عنا فرص نشتري بعض العملات البديلة خلنا نحكي عن هيلري كلينتون مرت الرئيس السابق بيل كلينتون اللي عنده فضايح الله والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلري كلينتون تطلعوا بتقول باجتماع منتدى الاقتصاد العالمي إنه البيتكوين ممكن تستبدل الدولار عم تشكل خطورة على هايمنة الدولار كعملة أحتيات للعالم هي عم تحكي بطريقة سلبية لتحذر العالم منها وأنه هي كأميركا بدون الدولار يظلوا رقم واحد صراحة نحنا منجوبها كمجتمع منقلة هذا اللي بدنا إياه نحنا بدنا الدولار تخف هايمنته بدنا البيتكوين أو غير عملات بشكل عام مش ضروري البيتكوين بدنا يقيموا السيطرة من إيدكن ليه؟ لأنه من وراء سياساتكم الفاشلة التضخم طلع من وراء سياساتكم النقدية اللي تلاعبت بالعالم بشكل عام بدنا شيء لا مركزين ما بتقدروا تسيطروا عليه يكون هو الريزيرف كورنسي يمكن ما تكون بيتكوين ما عمقلكون البيتكوين لح تكون ريزيرف كورنسي ولكن هي هيك عم بتقول هيدا حلمنا إذا صار صراحة طبعا نفس الوقت مش واحدة اللي عم بتقول هالأمر مورجن ستانلي أحد أكبر البنوكي بالعالم بيقول البيتكوين والعملات السابتة للبنك المركزي هن عندهم القدرة أنه تعملوا للويرل يعني يقيموا حيمنة الدولار عالمياً العملات السابتة للبنك المركزي عم نشوف تبني إلهم أكتر وأكتر بيعدد بلدين لأنه شو عم بيصير؟ عم بيستخدمون ليبتعدوا عن الدولار ليستخدمون بالسلعة الموجودة والخدمات اللي بيقدموها بها البلدين من النفط لغير أمور هيدا العالم عم تنتقل للعملات السابتة للبنك المركزي لهيدا السبب نفس الشي مورجن ستانلي عم بيقول عن البيتكوين بعد البيتكوين بعد الفومو بعد كل التبني اللي عم نشوفه البيتكوين هي الأمر الثاني اللي بيساهم بالديدولاريزيشن مرة تانية نحنا بدنا بشكل عام خلينا نحكي عن أرجنتين الأرجنتين تثبيتا على حديثهم بعملة أول ليس أجريمت أو عقد إيجار تم تسويته على البيتكوين بالبيتكوين بعملة البيتكوين نعرف الرئيس الجديد للأرجنتين بداعم كتير كبير للبيتكوين وهلأ عم نشوف كيف تتبني عم بيزيد واستخدام البيتكوين عم بيزيد نحكي شوي عن جاي بي مورجن كلنا منذكر جايمي دايموند رئيس مجلس إدارة جاي بي مورجن من فترة طلع قدام الكونغرس وقال أنا لو القصة إلي البيتكوين بمحية مقلة لازمة كل هالأمور لاحظوا شو جاي بي مورجن البونك اللي هو رئيسه قال قال له بحسب تقرير أنه البيتكوين ETF بسبب الETF يمكن نشوف دخول 25 مليار دولار على المجال بلا ما ندخل سيولة جديدة من الأسواق التقليدية عم نحكي ضمنهم في 25 مليار دولار احتمال من المجال بلا ما نجيب السيولة الجديدة السيولة الجديدة أكيد لح تطلع هالرقم بشكل كتير كبير هيدا جاي بي مورجن عم يحكي يلي جاي مي دايمون طلع قدام الكونغرس عم بيقله مقلة عازي مرتين يبقل لكم شوفوا شو عم يعملوا ما تسمعوا حكي لأنه بيحكوا كتير أمور جاي بي مورجن هو الشريك لبلاك روك بالبيتكوين ETF بيقدم له خدمات ليعملوا كاشينج اوت وكتير ومش بس لبلاك روك لعدة طلبات غير بالETF يعني مرتين جاي بي مورجن داخل بالمجال بطريقة ساكت فيها ما بده يخبر العالم ولكن لحقولون أفعيلون شغال ثم نحكي عنا شوي سلبية صراحة الكونبايس يعني أغلب أغلب الETF الكونبايس هو الكاستوديون تبعون يعني كل المعاملات لحتم على كوينبايس هالشي هو اللح يحملون العملات تبعون بالله هيدول الETF هالشي صراحة كوينبايس مشرع منظمة بشكل كتير كبير ومسيطر عليها الدولة الأمريكية بشكل كتير كبير صراحة ولكن هالشي بيصير مخاوف بعض الشيء وارف بركي صار شي خرق على كوينبايس بركي صار شي شغل يعني كلهم بمكان واحد هيدا أمر بالنسبة إلي منه كتير آمن يعني بيعمل كونسرنز بيعمل لك يعني مثل مخاوف هالأمر بالنسبة إلي لازم تكون ممتدة على أكتر من منصة أكتر من كاستوديا مش ضروري منصة يعني حدا هو يكون حملون إياهن ليحميلون إياهن الأوسط بدبي رخصة للتداول عم نشوف شغل كتير كتير مهم على ما أنه عن نحكي على المنصات لحقلكم هالفيديو اليوم هو يعني برعاية منصة تداول معروفة عالميا صراحة أحد الأسباب اللي لفتت لي نظري أنه فيكن تعملوا عليها ترايدنج للأسواق التقليدية وبنفس الوقت أسواق الكريبتو هيدا أحد الأمور اللي اللي لفت لي نظري فيها ومنكم بحاجة لها تعملوا كاي واي سي عاملين عرض حاليا بدون يعطوا لأربع أشخاص من المجتمع بكل شهر أربع أشخاص تقريبا ميتان دولار سبوت مش مش ترايدنج كريدتس ولا فاوتشرز ولا هالأمور اللي حنبلش فيها من بكرة كل اللي بيعملوا بالرابط تحت لبنج اكس بيطلع لهم مش كلهم أربع أشخاص يعني كل أسبوع اللي حنقق شخص تقريبا وبيطلع له ميتان دولار سبوت هيدا بالنسبة لي صراحة شي كتير جيد للمجتمع سو قررت خليوني يعملوا سبونسر غير هيك إيلون ماسك إيلون ماسك جدته موافقة باليوتا ليكون شركة مالية يعني بيقدروا يعمل تداول مال يعني يحول أموال من يكون متل متل شركة مالية بيقدروا يستخدم اكس أو منصته تويتري اللي هو حلمه يعملها منصة كاملة لكل شيء للترانزميتنج موني هلأ جدوا الرخصة بولاية يوتا إذا ماني غلطان وكثير على ما بيقولوا إيلون ماسك لحيستخدم خلال اكس الكريبتو كارنسي ليعمل هيدا المعاملات أكيد ما في شي مؤكد بعد ما ما تم الإعلان عن أي أمر شو هي الشبكة اللي هيستخدمها أو إذا هيستخدم شو العملات اللي هيستخدمها هالأمور كلها بدنا ننتظر ونشوف شو هي نحكي شوية عن سلاسيا سلاسيا وصلت لأعلى سعر إليه وعملت عشرة اكس من وقت الايردروب سلاسيا مشروع بس لخلينا نحكيكم أنه في عالم يمكن تزعل منه هلأ أحكيكم بسلاسيا مشروع رائع كتير جيد أنا مشروع بحمله عمله ستيكينج ليطلع على الايردروب سلاسيا ولكن كانت فومو كتير كبير على الايردروب سلاسيا وكتير عالم داخل في يعني كمية عالم داخل بشكل كبير لكن عملت عشرة لا هلأ. والفومو يعني صار تقريبا يعني العالم قد بدأ تعمل بعد لتعمل على يعني في كتير عالم عم تشتغل على يعني الكميات لحتقل للعالم ما لح يكون في فومو كتير كبير. السعر حاليا يعني من تبسط للعشرين دولار هل معقول تصعد? اكيد. ولكن تقريبا عشرين مليار دولار صراحة. انا كوزموس ايكو سيستم بعبد الكوزموس ايكو سيستم عم بحكيكم بايجابية عنا يعني رائع المشروع الكوزموس ايكو سيستم كلهم رائعين. المشاريع في فومو كتير كبير على الايكو سيستم والايردروبس المبنية عليه. ولكن وصلت للمراحل بالنسبة لي شوي غالي. انا هون ما بق ادخل فيها. انا عندي 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 يعني انا بحمل سلسيا. بس لخبركم لكون صريح معكم. انا بحملها. ما عم لكم ولكن ازا كنت انا بدي ادخل فيها هلأ لعم شوف كتير فومو هلأ ومبلش نسعد هلأ مش الوقت بقى. يعني سعدت بشكل كتير كبير. انا شخصية ما بدخل مش عم لكم المشروع مش جيد. المشروع رائع. والايردروبس عليه كتير جيدين وعم فيه فومو عم بزيد لحيزيد اكتر واكتر. ولكن برقي انا بنظر الشخصة. انا نصيحة استثمارية. ما صارت بمناطق جيدة للاستثمار. اه حتى لو لو تصعد. السعر يمكن يصعد كمية كتير كبيرة. ولكن شخصيا انا ماني مرتاح بقى ادخل فيه. لانه برأيي صارت المخاطرة مقابل لمكافأة عالية كتير. هيدا بالنسبة الي هالمعقول يصعد يوصل لثمانين سبعين خمسين دولار اي اكيد معقول. ما عم لكم مش معقول. ولكن بالنسبة الي المخاطرة زادت هلأ ما بقى اعمل دي سي اي بهالاسعار الموجودة. اذا عمل ارتداد جيد ساعتها يمكن بدخل وبعمل دي سي اي. غير هاي خلينا نحكي شوية عن فانتم. فانتم بديو يخفض ستيكينج ريكوائرمنت بتسعين بالمية. المتطلبات تبعه ستيكينج بتسعين بالمية. هدفه يزيد الامان لشبكة فانتم. هيدا بتقيد امر ايجابي. ولكن السؤال ليه بدو يزيد الامان. هل فيه شيء بيعرفوه نحن ما بنعرفه. هيدا امر لفتلي نظري صراحة. ساي جيمينج توكن ساعت تقريبا 35 بالمية. والايردروبس يمكن يعطيه 140 مليون دولار. هيدا امر صراحة كتير كبير. العالم في فومو كتير كبير عليه. سولانا. سولانا يمكن تطلق تليفون جديد او ساقا 2. نيو سمارت فون. كل العالم عم تعمل فومو على سولانا فون لان عم يطلع لهم ايردروب عملية ميم كوينز على سولانا وكل هالامور. هيدا امر صراحة ايجابي يمكن يبيع بشكل سريع كتير. ولكن بنفس سويا بدي حذركن تم سرقت تقريبا اربعة مليون دولار بسبب روابط ايردروبس كيزبي او سكام. انتبهوا كتير منيح بالايردروبس كتير في سكام وكتير يعني حتى انا عم بعمل الفيديو او انا عم بعمل على تويت دايما بتلاقوا في في روابط سكام عالم بتقول انه انا او بتقول انت خيلوا المشاريع المزبوطة. في كتير عالم بيفرجوك اللوغو زيتا والاسم قريب كتير وبيعطوك رابط لتدخل عليه تربط محفزتك لا ياسر قولك محفزتك. تأكدوا مليون بالمية قبل ما تربطوا محافزكم. ولل ايردروبس انتو عم تشتغلوا الايردروبس ربطوا محافز ما تكون المحافز الرئيسية تبعكن. رجاء انا بديكن تحموا حالكن. هيدا كل شي انا عندي لليوم. ان شاء الله نبسطتوا بالفيديو. اذا انبسطتوا اعملوا لايك. اعملوا سبسكراب للشانل. ولحقوني على تويتر بعمل ملخصات يومية عن اهم الاحداث اللي بتصير بعالم الكريبتو. وانا بشوفكم قريبا فيديو جديد وماركت ابدات جديد. شكرا.